المقرر ترجمة الي العربية يعني هيكون عندنا مجموعة من التكست مكتوبة بالإنجليش وإحنا إن شاء الله هنترجمة للعربية طيب مجموعة الموضوعات هتبقى متعلقة بإيه عندنا طبعا موضوعات متعلقة بالسياسة اللي قريبا الاقتصاد الاجتماعيات موضوعات متنوعة هتبقى عبارة عن مقالة صحفية هنبتدي نترجمها ويبقى عندنا جلوسري للكلمات الصعبة أو المصطلحات اللي احنا هتعرف عليها جديد طبعا لازم تقرأ التكست كويس جدا من البداية للنهاية وكيف تعرف أننا لدينا رواحة الدقاء إن أنовغ لأهم يتكلم الحل المقابل يجب تشاهد كذلك وكيف تشاهد كذلك يجب تشاهد كذلك يجب تشاهد كذلك حالا الآن نscar restriction ممتصد حول تشاهد جديد محاون to clean up oceans. This is the title of the first text. Now we are going to read the text as a whole and after that we are going to translate difficult words and insha'Allah you are going to write this text translation hand writing for next week. China has often come under criticism from its neighbors and western nations for being a major polluter of air and water. Now China says it wants to cooperate with other nations in efforts to clean up the oceans and protect sea life. In a recent speech, Chinese President Xi Jinping called for speeding up innovation in ocean technologies and creating blue partnerships with other countries. Xi spoke on October 15th to the 2019 China Marine Economy Expo in the southern Chinese port city, Xinjiang. His comments were reported by the state-run China Daily News website. Xi suggested improvements in efforts to stop ocean pollution and protect animals that are affected by it. He also urged cooperation with other nations in resource development. Experts believe such offers would help China improve its image with other countries, especially some of its neighbors in Asia. The latest proposal for cooperation follows a series of attempts by China to reach out to other countries in Asia. This is for our first text, so you must read it carefully before starting translation. Here we have the title which is about China offers partnership with neighbors to clean up oceans. What are the difficult words here in this title? China طبعا عارفين ان هي الصين. Offers هي offer بتجيب معنى يعرض او يقدم. اوفر هنا معناها يعرض او يقدم. بارتنر شب بارتنر شب معناها شراكة. بارتنر شب شراكة. بارتنر شب شراكة. و Nayبرز طبعا الجيران. Nayبرز الجيران. To clean up oceans معناها تنظيف. Oceans طبعا زي ما انتوا عارفين لها المحيطات. طب هنترجم العنوان ازاي تقدم الصين شراكة مع الجيرانها أو مع الجيران to clean up oceans لتنظيف المحيطات ده بالنسبة للطايتل طب بالنسبة للفرست طبعاً غالباً انتقاد western nations طبعاً nations معناها أمم يبقى الأمم أو الدول الغربية أو الأمم الغربية for being major polluter أكبر ملوث polluter هنا معناها ملوث of air and water طبعاً زي ما انتم عارفين النقادة أساسية عندنا في الترجمة من الإنجليش للعربي إن احنا you must focus on your verb if we have verb to be in the English text we don't have to write it in the Arabic text but if we have a main verb in the English text we must write it in the Arabic text but at the beginning of the sentence يعني لازم نبتدي بجملة ما ينفعش مثلاً عندي الفاعل أحط بعض الفاعل في الجملة في اللغة العربية إنما طبعاً في الإنجليش لازم بنبتدي بالسطبجكت معروفة أما في العربي لازم بنبتدي بالverb هو هنا عايز يقول إن غالباً تقع الصين تحت انتقاد أو غالباً ما تنتقد الصين من جيرانها والأمم الغربية لكونها ملوثاً أو الملوثة الأكبر في بالنسبة لي الماء والهواء طبعاً want معناها تريد معروفة لكم طبعاً cooperate معناها التعاون مع cooperate with معناها التعاون مع other nations الأمم الأخرى in efforts في جهود معينة يعني to clean up لتنظيف the oceans المحيطات and protect sea life وحماية الحياة البحرية sea life معناها الحياة البحرية وprotect معناها حماية طبعاً هنا النطق بيبقى مختلف عندنا شوية آآ في الصين بيكتبوا بالطريقة وهما بينطققوها بالطريقة دي بس هي بتبقى يعني مثلاً هنا الكلمة دي هي بدأ بأكس بس احنا عندنا مش هنطقها آآ إكسي مثلاً احنا لا هنقول شي لأن هما ليهم نطق معين في الأسماء بتاعتهم فاحنا زي ما بنسمحهم بينطقوها احنا بننطقها دي ما لهاش ما لهاش علاقة يعني انت زي ما بتنطق بينطقوهم اسمهم في الصين احنا بننطقها عندنا يبقى شي هنبي tackled for speeding up invasion in ocean technology and creating blue partnerships with other countries punish book on october 15th to the 2019 china marine economy expo in the southern chinese port city shenzhen at Ariel. ايه بقى كل الكلام ده اول حاجة معناها حديث مؤخرا اخير طبعا زي ما انتم عارفين بتجي معنا حديث او بتجي معنا خطاب نبقى معناها خطاب الاخيري طبعا رئيس الصيني اللي هو اسمه شي جين بنك كولد فور سبيدنج يعني نادا او دعا الى سبيدنج اوب معناها الاسراع تعجيلي اسراع وتعجيل معناها ابتكار معناها ابتكار اللي هي تكنولوجيات الخاصة بالمحيطات هو هنا يقصد بها يعني شراكات زرقاء يقصد بها شراكات خاصة بالمياه او محيطات عشان كده سموها عشان ترجع لي المياه يعني مع دول اخرى هو تحدث اه طبعا هنا انا هايس عندكم ازاي هتكونولي الجملة في اللغة العربية احنا زي ما اتفقنا هنركز في الغالب انها الجملة لازم تبتدي بالفعل وطبعا نركز على يعني انا بشوف بتاعي ممكن يكون بتكلمه في المضارع او هيبقى في الماضي او هيبقى مستقبل فنخلي بالنا كويس جدا اثناء الترجمة في مرعاة ان التنسل تبقى مترجمة بشكل سليم. في الخامس عشر من اكتوبر اه سنة الفين وتسعتاشر في فين بقى? اكسبوا هنا معناه ايه? معرض. المعرض الاقتصادي البحري في الصين. معرض الاقتصادي البحري في الصين الليها مدينة الميناء اسمها شنجين. هايز كومنتز تعليقاته نقلت او تم نقلها عن طريق مين بقى? يعني ايه؟ الويبسايت ده بتاع الموقع بتاع الاخبار ده معناها يدار بواسطة الدولة. يعني الحكومة نفسها هي اللي بتنشر في الموقع ده. يعني هي المسؤولة عن النشر في الموقع ده. يبقى هنا نقصد يدار بواسطة الدولة. شي طبعا اللي هو الرئيس الصيني. سجست طبعا اقترح امبرومنت تحسينات في الجهود. آآ يعني نحسن شوء في الجهود بتاعتنا عشان نوقف اللي هو آآ تلوث المحيطات. عشان نحمي الحيوانات. طبعا معناها معناه يؤثر على. طب متأثر بي. يعني هو بيقول نحمي الحيوانات متأثرة بالتلوث ده. معناها حثى التعاون مع الدول او الامم اترى. ان ريسورس ديولوبمنت. التنمية الموارد. ريسورس ديولوبمنت معناها تنمية الموارد. طبعا الديولوبمنت بتاعتنا ترغيمها تطوير تحسين تنمية الموارد. نفسه عندها لفرعلها. الموارد حكوم بتتكلم و خبراء believe يعتقد طبعا هنا المفروض هنبتدي بالverm such offers مثل هذه العروض would help يمكن أن تساعد China improve أن يتحسن its image صورتها with other countries especially خصوصا some of the neighbors in Asia خصوصا مع جيرانها في أسيا the latest proposal latest طبعا الأخير أو النهائي proposal طبعا ما تيجي معنا خطة أو اقتراح هنا طبعا يقصد proposal اقتراح for cooperation للتعاون follows a series of items بيتتبع أو يأتي بعد في أعقاب سلسلة من المحاولات by China to reach out إنه يتصل to other countries in Asia طبعا دلوقتي let's move to the second text it's about delhi writes city uh tense after hindu muslim clashes leave 27 dead that title بتاعنا زي ما انتفقنا لازم نرى التكست قويس جدا قبل من ترجم أي حاجة فيه then he remains on edge after three nights of writing with reports of muslim homes and shops being targeted by violent mobs 27 people have been killed so far in the deadliest violence the Indian capital has seen in decades the clashes first broke out on Sunday between protesters for and against a controversial citizenship law but they have since taken on communal overtones with reports of many muslims being attacked photographs videos and accounts on social media paint a chilling image of the last few days of mostly hindu mobs beating unarmed men including journalists of groups of men with sticks iron rods and stones wandering the streets and of hindus and muslims facing off access to these areas was severely restricted on Tuesday when most of the violence took place judging by the names released so far both muslims and hindus are among the dead and injured this is the last paragraph of your text now we are going to read each paragraph and translate it till he writes what the meaning of rights and he writes اعمال الشغب اعمال الشغب في دل city tense يعني ايه tense طبعا تنس بتيجي بتاع معنى زمن بس هنا مش معناه زمن هنا يقصد تنس معناه متوترة عايز يقول المدينة متوترة افتر هندو مسلم تلاشز بعد اتصادمات او الاصطادمات اللي حصلت ما بين الهندوس والمسلمين التي خلفت دي خلفت ايه او نتج عنها ايه وفاة سبعة وعشرين شخص اوكي دلي ريمينز او ان ايه افتر ثري نائز of writing with eight reports of مسلم haak homes and shops being targeted by violent mobs ريمينز يعني بتقي معنى يبقى ربع طبعا لمن يبقى هنا ما زالت دلي يقصد متوترة. انها بستوي يعني متوترة. معناها طبعا بعدة بعد الثلاث ليالي من اعمال الشغب. طبعا المنازل المسلمين والمحالة التجارية بتاعتهم كانت مستهدفة. موبز اللي هم الرعاع او الغوغاء الهندوس يعني. هنا يقصد هنا ان كان في اعمال شغب وعنف ضد المسلمين. كان هما المستهدفين من الغوغاء موبز الغوغاء او الرعاع. عايز اقول ان 27 شخص دول قتلوا حتى الان. so far هنا معناها حتى الان. in the capital has teen in decades. طبعا decades معناها عقود. طبعا زي ما انتعارفين ان الاقت بيبقى عشر سنين. the clashes first broke out on sunday between protesters for and against a controversial citizenship اه لو. بيقول broke out طبعا اندلعت. جاي من break out. لو هي اندلع. يبقى broke out. اندلعت. او نشبت اول صادمات دي فين بقى او امتى? on sunday between protesters. protesters طبعا protest معناها يحتاج. protesters معناها محتاجين. foreign against معناها مع وضط. معناها مسير للجدل. معناها مسير للجدل. معناها قانون الجنسية. المسير للجدل. قانون الجنسية. citizen ship. طبعا كارفين citizen مواطن. citizen ship مواطنة. بس هنا يقصد بيها قانون الجنسية. but they have since taken on communal آآ overtones with reports of many Muslims being attacked. طبعا هنا جاي من community. community اللي هو مجتمع. بس هنا communal مش مجتمعي. احنا هنسميها طائفي. بيقول هنا اتخذ منحة طائفي. overtunes. communal overtunes معناها اتخذها منحة طائفي. with reports of many Muslims being attacked. طبعا ده مفقا ليه التقارير اللي اجمع عليها الكثير من المسلمين اللي تم مهجمته. Photographs, videos and accounts on social media paint a chilling image of the last few days of mostly Hindu mobs beating unarmed men including journalists of groups of men with the stacks, iron roads and stones wandering the street and other Hindus and Muslims facing off. ايه بقى الكلام ده كله؟ Photographs طبعا صور الفتغرافية والفيديوهات الحسابات on social media وسائل التواصل الاجتماعي طبعا paint a chilling image رسمت او بترسم ايه مبارا بقى عن ايه? chilling يعني صورة مرعبة. chilling image صورة مرعبة. of the last few days للايام الاخيرة. of mostly معظمهم هندو مابس. يعني الرعيع او الغوغاء الهندوز. معظمهم دول بيعملوا ايه بقى? بيدربوا رجال غير مسلحين. معناها غير مسلح. منهم كمان صحفيين. يعني مدربوا صحفيين. ناس آآ آآ رجال يعني بعصية. ايرون رود مسكين قطبان برضو حددية. and stones آآ آآ حجار او حجارة يعني. wandering the streets يتجولون او يجوبون الشوارع. and of hindus and muslims facing off. والمسلمين والهندوز يمواجهت بعضهم البعض. Access to these areas was severely restricted on tuesday. when most of the violence took place judging by the names released so far. both muslims and hindus are among the dead and injured. طبعا هنا access بالوصول للاماكن دي كلها او وصول الاماكن دي was severely restricted. يعني آآ مقيد بشدة او تم تقييد الوصول للاماكن دي بشدة on tuesday يوم مستلسة. when most of the violence took place. حيث كان الكثير من العنف موجود هناك. judging by the names. استنادا لي الاسماء released so far اللي تم نشرها فيما بعد او حتى الان. آآ يعني الاسماء باستنادا ليه الاسماء اللي تم نشرها حتى الان. اكتشفوا ايه بقى ان آآ muslims and hindus are among the dead and injured. ان كل من الهندوز والمسلمين آآ من بين القتلى والمصابين. او الموتى والمصابين. اوكي? طبعا احنا كده خلصنا. المفروض انت بتبتدي تترجم الكلام ده بشكل سليم. زي ما اتفقنا بنركز على الفعل في بداية الجملة. وان راي برضو علامات الترقيم. الكاما والكلام ده كله. آآ ان شاء الله.